هل رأيتموهم من قبل؟ وهل يستطيع العقل البشري أن يدرك أن هذه الصور الغارقة في المأساة مصدرها أرشيف عراق اليوم؟ تظهر للعلن لتهزى ضمير الإنسانية من أعماقه وتبرز بكل وضوح كيف يترك الغزاة آثارهم الهمجية في البلاد التي احتلوها هذه بعض الهدايا الأمريكية للشعب العراقي أثناء قصفهم للبصرة باليورانيوم في تسعينيات القرن الماضي فساهمت إشعاعاته في حدوث كثير من التشوهات الولادية كانت هذه إحدى حالاتها ثلاثة أبناء لأبي محمد يعيشون في ناحية الكفل بمدينة الحلة ويعيشون هذا المرض المتمثل في تأخر النمو وتآكل الأطراف وتصبغ البشرة مرض عزاه أغلب الأطباء إلى المورثات التي خلفتها إشعاعات اليورانيوم في البصرة التي كان يسكنها أبوهم فترة تسعينيات أنا أبلي عشر نفارات يعني ثلاثة من عدهم مصابين بمرض النقص الولادي الحاد أو الفقاع الجلدي الحاد أغلب الأطباء يعني راجعناهم ما حصلنا كل نتيجة لا علاج ولا هذه يقسم يقولون وراث يقسم يقولون نتيجة الأسلحة الكيمائية من البصرة هذا المرض أدخل أباهم في دوامة من الحيرة والمعاناة فلم يترك طبيبا ولا مكانا إلا لجأ إليه للحصول على علاج ولكن دون جدوى فعاد إلى أتون ناره الملتهب بمرأة أبنائه وعجزه عن تقديم أي شيء لهم وللأمانة فقد تذكرهم أساسا والغارقون في صراعاتهم الانتخابية ولكن من باب أنهم أرقام يستفادوا منها في الانتخابات فاهتموا بالصوت وأهملوا الصورة أمطر اليورانيوم فأنبت هذه الأجساد الهشة وها هي اليوم تغضو صورا تملأ أثير العالم ليعلم من أراد اليقين أن ألم غزو البلدان لا يتوقف عند لحظة الصدمة بل يستمر لأجيال وتختزنه ذاكرة الضمير الإنساني